ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي كلمات مقتضبة علق بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على محاولة اغتياله في العاصمة الخرطوم أما عن محاولة الاغتيال فقد تعرض موقب حمدوك لمحاولة تفجير عن بعد أثناء توجهه إلى عمله هجوم وصفته النيابة العامة السودانية بأنه احترافي خطط له بدقة سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان إلا أنه فشل في تحقيق هدفه وبينما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة قال والي القرطوم إنها المرة الأولى في تاريخ السودان التي يستهدف فيها مسؤول سوداني رفيع بعملية كهذه وهو أسلوب دخيل وغير معروف في الساحة السياسية السودانية ملمحا بذلك إلى وجود بصمات خارجية في المحاولة الفاشلة تحالف قوى الحرية والتغيير من جهته أكد أن استهداف حمدوك يعد حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية وإجهادها عبر صناعة الأزمات المستمرة في كفة مسارات البناء لإعادة السودان إلى عهد الاستبداد والفساد غير أن محللين يرون أن استهداف حمدوك ربما يرتبط بصراعات داخل منظومة الحكم الانتقالي في السودان لا سيما بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الجهات الأمنية والمخابراتية في أعقاب الهجوم قبل أن تتضح تفاصيله أو تبدأ أي تحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عنه وهو الأمر الذي ينذر ربما بتداعيات يصفها المحللون بالخطيرة على مجمل المشهد السياسي في السودان ترجمة نانسي قنقر